في هذا المقطع هنتعرف على نوع جديد من الدوال وهو الدوال المعرفة على مناطق بيز وايس فونكشن يعني الدلة اللي يكون مجال تعريفها مقسم إلى أجزاء وفي كل جزء شكل الدلة مختلف عن الجزء اللي قابليه مثال لو أنا عندي F of X بتساوي الشكل اللي قدامنا ده يبقى المجال هنا متقسم إلى 3 أجزاء الأول لو X أقل من 1 يعني هي أقل من 1 يعني من سالب ملا نهاية إلى 1 قمت دلة بكام بواحد يعني لما نيجي نشوفها بالشكل ده كده ده 1 يبقى تدلة قبل الواحد كده قمتها بكام قمتها بواحد من 1 ل2 من 1 ل2 يعني الفترة المغلقة من 1 إلى 2 قمت تدلة بX طب X عند الواحد يبقى هتساوي 1 وعند الاتنين هتساوي كام تساوي 2 أوصل بينهم كده يبقى ده الشكل الثاني أو الجزء الثاني بعد الاتنين فهي 3 ناقص X 3 ناقص X طبعا عند الاتنين هتبقى 3 ناقص 2 بكام بواحد وإن تقوم نازلة كده يبقى ده أكن بالزبط كده قسمت المجال بتاعه في هذه الفترة الدلة بتاعتك سابتة بتساوي 1 في الفترة دي الدلة بتاعتك تطلع على فوق بعد كده الدلة بتاعتك بتنزل لفين بتنزل لتحت يبقى المجال هنا مقسم لثلاث فترات زي ما شفناها طبعا دي من اتنين إلى مالة نهاية وبالتالي يبقى المجال بتاعه هو عبارة عن اتحاد كل هذه الفترات اللي نقدر أقول عليها اللي هي من R ناخد مثال آخر على الكلام ده لو أنا عندي ال H of X معرفة على فترتين بس الفترة الأولى لما ال X تكون أصغر من الصفر يعني من سالب مالة نهاية إلى صفر قمتها بواحد وفي الفترة من صفر إلى مالة نهاية قمتها بكام بX تربية لو حبيت أرسم بالشكل ده هيبقى من سالب مالة نهاية حتى صفر الدلة قمتها بكام بواحد تجي عند الصفر ومش معرفة طيب من بعد الصفر إلى مالة نهاية الدلة قمتها بX تربية اقدر اسمها كده. فالدلة دي مجالها مين? مجالها من سالب من النهاية لصفر. ومن صفر الى ما لنهاية اتحاد الفترتين دول يديني كلها معادة مش معرفة عند مين الدلة عند الصفر. ليه? لان ما فيش هنا كلمة يساويش.